السلام عليكم اليوم نحضر قطيب مهلبي بالعالم لماذا نسميها قطيب مهلبي بالعالم؟ لأن الرز الذي يستخدمه يجب أن يطحنه بنفسه عندي هون رز أبيض مقشور يضعه بالطحانة ويضعه ويجب أن يكون ناعم سوف تكون ناعمة كما ترى الرز يجب أن يطحن ويجب أن يكون ملمسه ممتاز يجب أن يجب أن تتساءل لماذا تعمل بحالي ويجب أن يطحن رز بنفسه طالما يجب أن يجب أن يكون من السوق جاهز يجب أن يكون هناك رز ناعم تجاري الرز التجاري في بعض الشركات يدفل إما طحين أو نشا لتكتر الكمية وتبيعكم الرز بكلفة الطحين أو النشا وهذا الشيء يؤثر على طعم المهلبي في فرق عندما تعمل المهلبي بالرز الصافي 100% والرز المخلوط بالنشا والطحين الطعم يختلف كليا لذلك يجب أن تحضر أطيب مهلبية بالعالم إذا تحضر المهلبية بلزمني لتر من الحليب إذا كنتم تستخدموا حليب مجفف سوف تضيفه لكل كوب من الحليب المجفف أربع أكويب من المي تحصل على لتر من الحليب سوف تدور النار على حرارة مرتفعة سوف تضيف ثلاثة ربيع الكوب من الرز النعمة سوف تضيف ثلاثة ربيع الكوب من المكواج وتحركوا جيدا المهلبي بدأ تحريك من البداية حتى النهاية وقالها بتلتسك بكعب الطنجة وملاحظة بخصوص الرز الناعم إذا استخدموا رز تجاري ممكن الملمس يختلف معكم لأن المواد مختلفة فيه طحين ونشا فممكن ما تحصلوا على نفس اللذاجة بس إذا استخدمتم رز مطحون هتحصلوا على نفس الملمس على المضبون كما ترى أعزائي المشاهدين المهلبي بدأت بتغلي وصارت لازجة الآن تضيف الموارد أضع رشة موارد وحرك جيدا وتركها تغلي تقريبا 5 دقايق قبل أن تضيف النار وتركها لماذا تضيف الموارد في هذه المرحلة بالتحديد؟ لأنه إذا ضفتم من البداية ممكن يتبخر بينما لما نضيفه في هذه المرحلة تظل طعمته قوي وملاحظة بخصوص نوعية الرز وملاحظة بخصوص نوعية الرز يتحانون أنتوا بأنفسكم يأخذ وقت أطول لتصبح لازجة من الرز التجاري فلا تقسوا إذا تقسوا إذا طولت يستوي يجب أن تحركوا وحصلوا على الملمس هذا على المضبون إذا حرك لبضعة دقائق قبل أن تضيف النار إذا الرز استوي كليا صار عندي هالملمس وصار وقت تضيف النار يجب أن تضيف النار والمفروض يجب أن تسكب المهلبية مباشرة لا يجب أن تبرد بالطنجرة إذا هلأ يبدأ بالسكب إذا هذا الملمس يسكب بكيسات صغيرة يجب أن تضيف النار بهذا الحجم تقريبا بعد سكب المهلبية هيا تقريبا ست حصص تقريبا كما ترون هنا أهمية التحريك المستديم منع المهلبية أن تلتسق بالطنجرة ومعلومة بخصوص المهلبية بعد السكب يجب أن تتركها تبرد قبل أن تضيفها ثم تغلقها بشيء ويضعها بالبرد ونحن سأتركهم وبعد التبريد سأطلعهم ودوقهم وأعطيكم انطباعي بعد مهلبية قبل أن تبرد بكيس ساندويتش مثل هذا ونحن سأضعها حوالي ثلاث ساعة بالبرد قبل أن تبرد ويصبح جاهزة للأكل بعد أن تبرد المهلبية حدث وقت الحسن والتفوق لدي هنا فسطق حلبة مطحون ناعم يجب أن ترش على المهلبية الفسطق الحلبة من القطيب المكسرات مع المهلبية المكسرات فعلا أطيب مهلبية بالعالم لا تتعرف عن ما أتحدث إلا عندما تحضروا تطحن الرز بنفسكم وتحضروا المهلبية التي ترى كيف ترى أتمنى هذه الحلقة تكون عجبتكم إذا أردتم شاهدوا المزيد اضغطوا على الرابط في الأسفل أو فاتشوا في اليوتيوب تحت إيها بلانت كلمة واحدة لا تنسوا الاشتراك إلى اللقاء موسيقى